بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي يا غفور يا رحيم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي اللهم اغفر لي خطايا يا أبو أعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت أسأل اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تهدني هداية لا يعقبها ظلال يا الله يا كريم أدعوك وأنت وأنا متضرع أن ترزقني أن ترزقني أن ترزقني الهداية وتصلح حالي اهدني إلى سبيل الرشاد يا الله اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم إني سلمت أمري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجه إليك رغبة في هدايتك فاللهم اهدني اللهم إني أدعوك خوفا منك وتمعا في كرمك أن تجعلني صالحا وترضى عني وتهديني يا الله كرهني بكل عمل يغضبك واهدني لفعل ما يرضيك عني اللهم اخذ بيدي واجعلني من المهتدين اللهم اجعلني ممن يسارع لفعل الخيرات وارزقني الهداية اللهم ثبتني على طاعتك وانظر إلي بعين رحمتك واهدني سبيلك اللهم يا مقلب الخلوب ثبت قلبي على طاعتك وارزقني هدايتك اللهم اجعلني في كل خطوة هداية ورحمة اللهم من يسألك هداية ترد بها الفتن عنا وتصلح بها حالنا اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واهدنا اللهم اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته ورأيته ظلا فهديته اللهم اهدني وسدد خطاي واجعلني من لدنك سلطانا من نصيره اللهم مني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتسعد بها حياتي اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك الهداية والصلاح أسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تهدني إليك سراء إلي أن تهدني إلى سراتك المستقيم اللهم اخذ بيدي واهدني إلى السرات المستقيم وقومني إذا عوججت يا الله يا كريم أرشدني إلى سراتك المستقيم اللهم إني فوضت أمر إليك اللهم أعني وساعدني واهدني إلى سراتك المستقيم يا الله إني أرجوك وأتوسل إليك أن تهديني إلى السرات المستقيم اللهم إني أسألك سؤال المضطر أن تهدني إلى السرات المستقيم وتنجيني من كل عمل يغضبك اللهم اهدني إلى سراتك المستقيم واجعلني من التوابين والمتطهرين اللهم ثبتني واهدني إلى سراتك المستقيم اللهم إني أسألك أن تهد سمعي وبصري وفؤادي إلى السرات المستقيم اللهم يا وهاب هبني هداية إلى سراتك المستقيم أسألك يا الله أن ترشدني إلى سراتك المستقيم وترضى عني يا الله يا ذا الجلال والإكرام أكرمني بالهداية إلى اتراء طريق المستقيم اللهم اجعل العملي خالصاً لوجهك الكريم واهدني سراتك المستقيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على النبي والحمد لله حمداً كثيراً اشتركوا في القناة